إلى مجلس النواب الموقر بمشروع قانون استرداد عوائد الفساد حيث يسعى مشروع القانون لتعزيز عمل الدولة العراقية لاستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة ونأمل على مجلس النواب مناقشة المشروع وإغنائه وإقراره للمساعدة في كبح جماح هذه الآفة الخطيرة التي حرمت أبناء شعبنا من التمتع بثروات بلدهم لسنوات طويلة إن مشروع القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد ليكون إلى جانب الجهد القائم من المنظومة القانونية والمؤسسات ذات العلاقة خطوة في طريق مكافحة هذه الآفة الخطيرة وتوفير الدعم للمؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها في سبيل الحد من آثارها التي تهدد حاضر البلد ومستقبله لقد واجه بلدنا خلال السنوات الماضية ظاهرة الفساد الخطيرة والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالعنف والإرهاب وبينما نجحنا في مواجهة الإرهاب عسكريا بقوة وإرادة شعبنا وبتضحية قواتنا بكافة تشكيلاتها فأن تحدي الفساد لا يقل خطورة حيث يسعى لإدامة وضعه وتغذية العنف والانقسامات وتحديد السلم المجتمعي والتأثير على الإرادة الحرة للعراقيين الفساد واهرة عابرة للحدود خسر العراق بسببها أموال طائلة تقدر بالمليارات وتخمن إحصاءات وبيانات حكومية ودولية أن مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 يقارب ألف مليار دولار وهناك معطيات ومؤشرات تخمن أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهربها إلى الخارج هذه الأموال المستباحة كانت كفيلة بأن تضع البلد في حال أفضل ولا يمكن التعامل معها في الإطار المحلي فقط وفي هذا الصدد يسعى مشروع القانون لاسترداد هذه الأموال عبر إبرام اتفاقات مع البلدان وتعزيز التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة وهنا أكرر دعوتنا والتي سبق أن تقدمنا بها إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة لتشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف الدولي ضد داعش حيث لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بتجفيف منابع تمويله المستندة على أموال الفساد بوصفها اقتصادا سياسيا للعنف إذ أن الفساد والإرهاب مترابطان متلازمان ومتخادما ويديم أحدهما الآخر الفساد عدو التنمية الاقتصادية والاجتماعية يسرق قوط الناس وأرزاقهم ويعطل إرادة الشعب في التقدم والبناء ويمنع فرص التنمية والازدهار والتقدم وبسببه خرجت جموع الشباب المتظاهرين مطالبين بوطن وطن يخلو من الفساد ثرواته محمية ومسخرة لخدمة الشعب ورفعة الوطن هذا يفرض علينا جميعا مؤسسات رسمية وفعاليات اجتماعية ومدنية وقفة جادة وحاسمة وحازمة لمواجهة هذه الآفة وعدم التحاون في مواصلة طريق الإصلاح من أجل دولة قادرة ومقتدرة ذات السيادة خادمة لمواطنها إن تحقيق هذا الهدف النبيل هو أعظم تقدير لتضحيات الشهداء من أجل هذا البلد الكريم العراقيون يستحقون الأفضل وبذلوا التضحيات الجليلة من أجل الحياة الحرة الكريمة والمستقبل الواعد لجميع أبنائه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته